دكتور سعد عزام تحياتي لحضرتك مساء خيره السيد احمد اهلا بيك سيدة النائب احمد بده وتحياتي لحضرتك اهلا بيك احمد بي مساء الخير قبل ما ابدأ مع الضيفين الكريمين في معانا المهندس محمد السباع المتحدث باسم وزارة الري كنت اتكلمت اولا مساء الخير محمد بيه تحدست في بداية الحلقة عن اهلنا في الصعيد وانه انتو في قرار طالع من معالي الوزير بمنافع المتر 120 جنيه الناس هتدفع اللي وراها واللي قدامها والناس من الاخر يعني زي ما انا قلت كده مش فاهمين القرار سببه ايه الناس ما عندهمش حاجة اخرى غير هذا البيت اللي هو موجود موجود على ترعى موجود على مصرف موجود على نهر النيل قولي يا فندم الحقيقة ايه الحياة الحضرتك يا فندم والضيوف الكرام وطبعا تحياتي السادة مشاهدين في الوداية بات اتسمح لي سيد احمد حضرتك اريت القرار ده اريت القرار ده اريت القرار ده يا فندم بس انا بحاول دلوقتي يا حدي بعتولي انه انا اريتوا كنت من شهرين تلاتة مسلا بس اقولي الحكاية اللي عندكم ايه طيب اسمحي اردح لحضرتك ان القرار ده المفروض انه هو صدر في نهاية سنة 2018 من سنة تقريبا والهدف الرئيسي منه هو يعني الاتفادة من مقابل انتفاع الاراضي المفروض الليها من تميها احنا كده الفلاحين بسموها خفية ده اللي بتكون بين اراضي بعض المزارعين والاراضي مفروض املاك الدولة حوالين المجال المائية سواء الترع او المسارع اوضح لحضرتك بس ما فيش حاجة سمع مئة وعشين جين المتر لا القرار بيقول ان المفروض مقابل انتفاع عشر امسار لا فندم ده جنيه واحد للمتر جنيه واحد للمتر فحب نتكلم لو المساحة مهما كان بقى متين متر تلتمية ايا كان حتى ولو فدان فا اقصى حاجة ربعة تلاف ومتين متر ربعة تلاف ومتين جنيه هل يا فندم حد يقبل اصلا ان احنا مع احتوام ما نستفدش او اه حد يتعدى عملاك الدولة ودي نقطة لازم تبقى واضحة بشكل اه كبير جدا اللي هي عملاك الدولة البيت المواطن اللي عنده بيت ما عندوش غيره خالص خالص يا فندم على فكرة البيت ده بقى له متين سنة بتكلمك على بيوت من متين سنة من مئة وعشرين سنة من تمانين سنة مش بتكلمك على بيت البنى السنة اللي فاتت يا فندم احنا متكلمش خاصة على كده يا فندم القرار كده الناس كده في الصعيد يا محمد بيه حدك قولي الكلام الصح الناس طب قولي طب قولي وبعدين اسمع اتفضل انا هسمع 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 بالتأكيد حضرتك لن تسمعني لا مش تأكيد لازم اسمع حضرتك شاكل جدا لحضرتك نوضح ان القادة موضى لحضرتك انه هو الهدف منه الحفاظ على قصيوات الدولة بشكل كبير وتعظيم العائد منها في المقام الاول وبنأكد ان المفروض القرار دي راعت بشكل كبير جدا حالة النشاط المفروض انه هو الترخيص ده من عدمه احنا بنساعد كل من له رغبة في الترخيص بيش حاجة اسمها 120 جنيه المت بنقول على حسب نوع الاستخدام الاراضي الموجودة دي ان كانت في الزراعة او مفروض انها المشروعات او غيره في كل الاحوال في كل الاحوال بنأكد ان القيم اللي حددت في القرار دي المفروض انها مقلب كتير جدا من القيمة السوقية للاراضي الموجودة بنسب كبيرة جدا بنحاول انها بنحافظ على المال العام وحق الدولة بان احنا بنسهل جدا الترخيص الموجودة المفروض ان احنا بنتكلم كمان على القيمة الخاصة بيه الاراضي اللي مفروض الاهلينة زرعينها بنقول انهم في حالة لا لا بتكلمش على الزراعة ما بقربش الزراعة انا بتكلم على بيت مسكون ما ليش علاقة بالزراعة والحاجات التانية حالك تكلم فيها واخد زي ما انت انا بتكلم هنا على البيت سكن الأسكن الموجود ده يا فندم المفروض انهم هنستجين بس اي واحدة عنده اي مشكلة اي واحدة انا بتكلم على قرى بتكلمش على قريعة نحن معنديش قرى انا معنديش قرى كاملة مهرا المفروض انها على سراعة ابدا ولا على مصر ما فيش حاجة باستيغل حدث في القرى دي ما فيش حاجة كما هي قرى حي sóف де تعرف مصر تعرف الصعيد تعرف بحري كل ال digدنا على قرى يا فندم أنا فلاح وعايش في قرية ماليقيوة محافظة شرائية. القرار المادة فندم الفقرة 11 بتقول ايه عند حقيقة القرار 208 سنة 18 بتقول ايه? بتقول ايه? اتفضل حضرة كراحة. لشغل المنافع يكون مقابل الانتفاع عشرة امثال الفئات المنصوصة عليها بهذا القرار للمباني التي تقام بالمخالفة بعد صدور هذا القرار لحين الازالة على حساب المخالف انتهى القرار. في حالة يا فندم في حالتي بس حاجة التكراتها دي في حالة المخالفة. انا انا مش عايز. بيت يا فندم مبني بقاله تمانين سنة. يا فندم. واحنا كنا في من تمانين سنة. يا فندم وين مشكلة ان هو يقنن وضعه? انا بتكلم هنا ان انا بحاول بقدر الامكان ان انا اه يعني اه خليه ييجي يقنن وضعه معايا. مش عايز يدفع عشر اضعاف. ولا عايزه اصول ان انا احمله فقطه طالما هو اسفة المخالف. واحد ذلك هنا انت ليه? ده احنا اساسها بنواجه? او بنساعد الناس عن مخالفة حد ذاتها ونواجه عن قولهم بيشتكوا. يا فندم واحد اتولد في البيت ده من جده 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 جدوده. يا فندم. في ناس بقالها مية وعشرين سنة سكنة في البيت ده وحاجة جاي النهاردة تقوله تفعل عشرين الف وتلاتين الف جنيه كل سنة. يا فندم انت بتتكلم حاجة بقالها مية وعشرين سنة على اساس المفروض انت بتتكلم الاراضي اللي هم موضوعين عليها في الاساس مصممة او او المساحات دي في الاساس الاول ما هي الا لصيانة السرعة والمجالة المائية. طيب. سانية واحد. سانية واحد سانية واحد. البيت ده يا فندم. هو جاء النهاردة قال لك انا البيت ده هشيله. هتجيب له بيت? هتسكنه? انا بقنن له. لا لا معلش سانية واحد. معهوش فلوس. هتسكنه? انت كحكومة هتسكنه? حلقة ما اخدت القرار ده درست يا فندم كان مليون واحد في مصر. كلام حضرتك اللي انت بتقوله ده. معنى كده المخالف اللي هو اجرم. يا فندم اجرم. لا ما اجرمش. لا لا اقع تقول لي اجرم دي لو سمحت. ارجوك اسحبها. لا لا تسحبها. مفيش مواطن لا ما اجرمش. يا محمد بيه. المواطن ما اجرمش. هو لقى جده ساكن في البيت ده. تولد في البيت ده. وجده مات من تمانين سنة. انا بقول بتعمل ايه يا فندم? ازاي بتقول كده? انا بقول لحضرتك انا عايز اقنونه. انا محتاجة قنون ده اللي صالحه هو مش تصالحي بس. القنونه يعمل ايه? انا بقول لحضرتك انا عايز اخصه اللي هو بتكلم فيه. يدفع كام? ده عموما يا فندم في لجنة دواتي مشكلة للنظر الثاني في القيم اللي اللي حق الانتفاع. يعني القيم اللي اللي موجودة المية وعشرين جنيه صح ولا غلط? لا مش صح. لا صحيحة. لا مش صحيح يا فندم. بس يا فندم انا انا كويس انك فتحت والله ما عرف ان احداك هتفتح الموضوع. لا اصو موضوع عامل الحالة. انا هقول لك اسماء الكرة اللي عندي في الدايرة وانا مقدم طلب احاطب. وقدت قدمت بيان عاجل قبل انتهاء الفصل التشريع عنده كرة. اه اه قفر الرجالات وطنت الجزيرة. انا بقول لك اسماء الكرة. وكيات دجوة. الناس كانوا لسه عندي يوم الخميس اللي فات. الناس فعلا زي ما قال احمد بيه انا بتطفق معك. وبحيك انك فتحت هزن بالف وازن الموضوع. الموضوع مش في الصعباس. الموضوع ناس مش جريعين اعمل ايه? يعني وبعدين انت حدق انا بتطفق معك كويس جدا. فيش حاجة اسماء مواطن اجرم. المواطن. نفسه عايش في جدا. لا ما اجرمش. وانا ما اسمحش حد يتهم مواطن بالجرم. لا يا صحيح. يا باش مواطنش حاجة بتكلم على وزارة ما احترم. مواطن اخطأ. ممكن تقولها اخطأ. مش افوا. انا اديتك اسماء القرى وحتي ابويا. دي اسماء القرى اللي الناس هناك بتعاني انت عامل. وعلى فكرة عندي عندي محافزة اللي يبقى الدكتور علاء مرزوق. قدم مذكرة لوزير راي قال له ان مية وعشرين جنيه كتير. دكتون مية وعشرين جنيه? مية وعشرين جنيه. ما معدين نمية وعشرين جنيه. والله مية وعشرين جنيه على المستواج الجمهورية. انا جيل الناس من كل قرى مش قريتي بس كل قرى اللي حوالينا مركز طهطة وطمة عندنا في سواياك وعلى فكرة جميع قرى الصعيد كلها انا بكلمك بقى لو انتم مش عارفين كوزارة رايي الناس وهذا الامر وانا بقول ارجوكوا لو سمحتوا اصلا مش عيب لما نعمل قرار قرار غلط ما تقوليش الناس بقرسوا عن جديد وجدود 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 ومعندوش حاجة تانية غيرها هوات النهاردة مش جاي غير على الراجل ده طب بص يا حمد بيكوز كان بيان عاجل تمام بيانات عاجلة هو الرئيس الحقيقة قال جملة كويسة جدا قالك ان احنا بنطالب بحق الدولة مش هنسيه بحق الدولة للأسف خط النص تعبان في الدولة والمعظم المسؤولين حافظين مش فاهمين ولذلك هو مش بس وزارة الراي وزارة الحكومة